شوف بقى كابتن شريف عبد الفضيل نادي الأهلي طبعاً أنا ببارك الأول لجمهور النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني النادي الأهلي ومجلس الإدارة ده حاجة احنا متعودين عليها من نادي الأهلي من زمان النادي الأهلي أنا كنت متواجد فيه لست سبع مواسم في الفترة اللي فاتت عارف يعني إيه لما بتخش النادي الأهلي بيلعب على بطولة ويلعب على شيء مهم زي دوت وبيقدر قد إيه الموقف اللي هو داخل فيه في المراحل الأخيرة وقد إيه هو مستني المكسب بيبقى مهم قوي بالنسبة لي وأنني بعارف قد إيه الجمهور العظيم وراه في الفترة اللي جاية دي بيبقى قد إيه محتاج إنه هو العيب زي دوت بيبقى محتاج يخش عليه بيفرحه ويدخل السعادة عليه لا ده علي كمان يعني أنا عجبتني قوي روح علي وقوته وإصراره أن يرجع تاني في الموتش جو يعني هو نفسه ورجع في الموتش ده حاجة كويسة جدا ده الدول على دي بقى اللعيبة دي ميست اللعيبة الكبار يمكن بس هو الخطأ اللي حصل طبعا من علي معلول في نهاية الشرط الأولاني هو اللي أثر بالسلب على النتيجة أو هز الفرقة لحد ما أنت لو تلاحظ الشرط التاني كابتن حسام تعامل بشكل رهيب ويعني بتاكتك عجبني جدا بدأ عشان ما يستنفس كل الطاقة بتاعته في الشرط التاني بدأ يعمل زون من عنده نصف ما لعبه ويلعب في المساحات الفارغة في خلف المدافعين اللي على الأطراف كان أداءه فوق الرواعة وده يعني ده تاكتك عامله كابتن حسام بشكل كويسة عجبني جدا يعني أنا مبسوط أنه بدأ بالتاكتك ده بصراحة وبتغيراته كمان كانت مميزة شريف عفضيل نيولوك يعني لسه قوامه زي ما هو وربه ده شكل كويس بس شريف في نفس الحلقة دي له كلام مهم جدا ده اللي أنا كنت بلمح يعني ياريت تجيب هون بيتكلم عن نادي الأهلي وعلى جهز زي نادي الأهلي لو كان عرض عليه يلعب في الزمالك لا مش عرضه وقاله عرض عليه قاله يعني كان رأيه إيه يعني عندما دوفي على الاختيار بين الأهلي والزمالك لماذا اختار الأهلي ده كلام مهم ده اللي أنا عايز أقول إيه اللعيب خرج من نادي الأهلي ممكن يخرج وقد أوه غير صدر زي غيره وفي غيره عمل كده واخد بالك لكن هو ما عملش شوف يارد تدورولنا عليها دي طيب على ما تجهز إن شاء الله كابتن عماد متعب في الموقع الرسمي للنادي الأهلي تحدث عن أهمية الخبرة ودي جماعة مسألة في منتهى الأهمية لما يكون الفريق فيه شريف إكرامي وعماد متعب وحسام عشور وليد سليمان عبدالله السعيد مش عايز أنسى حد من عناصر الخبرة أحمد فاتحي طبعا عناصر الخبرة التقيلة اللي شاء للعناصر الجديدة والعناصر الصغيرة اللي طلعها هي دي فكرة لضم الأجيال باستمرار هتلاقي في مجموعة من تجربة سابقة بتكمل مع تجربة جديدة عشان تديها عصارة خبراتها وتبدأ تحطها على الطريق الصحيح لأنه مش أي حد يلعب في النادي الأهلي انت لك تعبير عبقاري أنه اللعب للأهلي ده متقيل قوي مش أي لعب يستحمله اللعب بس اللي عايز يعمل لنفسه حاجة اللي عايز يتطور اللي عايز يشعر بقيمة الفريق اللي عايز مجد حقيقي بص عندما أتيت بأحمد فاتحي ودخلت على مستر مانجسي قال له كده قدامي قال له أنت لعب كبير وأنا عارفك لكن نحن هنا عائلة إذا أردت لعب فردي اذهب لعب جولف لو أردت لعب فردي إذا أردت لعب جولف إذا أردت لعب فردي من أول سالي الرسالة واصلة أنت فرض من العائلة العائلة دي بتلعب جماعة الند يروح يلعب تنس يلعب جولف يلعب بتنس طولة لوحده إنما في الأهلع البطل هو الأهلي من هذا المعنى وهذا هو تكريس الفكرة منو الجوزي ده والله التاريخ هيذكر له لما ينصفه واحد من المجددين في الفكر الكرة والمصري إنجاز التعبير إنه فعلا أدخل حاجات كتيرة ما زالت بصمتها موجودة بص كان لك حديث معايا وإحنا رجعين من كاسة العالم حديث التسعة اشتريت له أنت بتاع كده بتسجل تسعة ساعات تسعة ساعات فكر وقلت له ده تلتمية وستين ساعة بيسجل تلتمية وستين ساعة جاهز صغير كده جيبت أنت من اليابان وقعدت تسجل معاه وأنا تسعة ساعات وأنا رامي ودني طبعا ما بدرش تتابع كل الوقت لإحنا تغدنا وتعشيته لكن هو خرجنا بانطباع وإنت كملت وقولي أن الرجل ده ما بيعملش حاجة بالصدفة لأنه فيلسوف وقارق يعني هو قبل ما ييجي مصر قالك أنا أريت عن مصر أدب عربي مترجم أريت أدب عربي مش أرى تاريخ أرى تاريخ وأرى أدب أنا كنت عايز أتعرف على الشخصية العربية دي وإيه المؤثرت اللي فيها ومفاتيحها إزاي موضحهم إيه اللي بتهموهم فاستطاع هذا الفيلسوف أن يأتي إلى مصر وهو يعلم حيتعامل مع المصرين إزاي لكن له كلمة قالها الكابتن صالح وأنا قاعد وكنا لسه بنتكلم على إبراهيم سعيد كان الكابتن صالح وقتها مش متحمس أول فأنا بقول له نسأل ميستر مانول فميستر مانول قال له ميستر مانول هو لعب متعب وحييجي يعمل لك ده وشاو قال له بص قراراتك ما ليش دعو بيها يعني زي أنت شاف أنه ده قرار ترباوي لكن لو أنت الآن على إني هتعامل معه إزاي ده تخصصي أنا في الحتة دي متخصص كيف أتعامل مع اللاعبين النوعية دي كل الأنواع قال له أنا عارف أتعامل مع كل اللاعب إزاي إزاي وأعرف إزاي أنه يبقى واحد موجود جول فرقة ما عندهش مشكلة واحدة معانا وده قرارك يا كابتن صالح فهي دي دماغه دماغه أنا عارف لأن خلي بالك هو النادي الأهلي وهي دي قيمة اللاعب الكبير أنت بتقول عماد متعب ونقل القبرات ما هو الملعب مش كل حاجة طبعا خيمة اللاعب الكبير والكوتش الكبير مش ملعب صحيح ده حياة أه شهية الفريق أن تنقل الحياة تنقل التقاليد ونرجع نقول السوابت والقيم لما ييجي كابتن عماد متعب ينقل اللاعبة الجديدة إيه المسموح به في الأهلي وإيه اللي مش مسموح به لما ييجي يدلهم قضوة ونموذج كابتن حسام كابتن أبو تريكا كابتن بركات كابتن عماد النحاس كابتن واق الجمعة كل الكبات اللي بتوع كابتن حسام عشور كابتن شريف إكرامي النهاردة أنه بيتجاوز إزاي الصعاب وبيخرج منها إزاي ما بيعدش يشتاكي وشتموني وقالولي وضيع وقته في النواح والبوكة خلاص غلطة حتحملها واعتزل لإصحاب الشأن ونبتدي بداية جديدة هذا هو مفاتيح النادي الأهلي اللي برضو أرجع أقولك مسؤوليتنا أن نحافظ عليها واللي مش هيحافظ عليها والله صدقني بيرتكب جريمة لأن الأهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم سر عظمة الأهلي في شوات حاجات اللي احنا بنقولها دي صحيح لما تيجي تشوف أماد نتعب بيعمل إزاي ولذلك كان نفسي جدا تجيبولنا شريف عن فضيل جدا يعني يا رب تجيبوه بمناسبة منول جوزيه والظرف اللي فرقت الأهلي فيه دلوقت أن أنت فرح وطبعا ده أكيد مش غايب على كابتن حسام البادري ولا كابتن ساد عب حفيز وكلهما عاصر منول جوزيه في الظروف زي كده أنا اللي بتكلم على أنه منول جوزيه لو كتب تاريخ الكرة المصرية بإنصاف هيكون واحد من أهم المجددين في الفكر الرياضي المصري لأنه الرجل ده لما يلفت نظرنا لمقولة مهمة جدا أخرتنا كتير قال أنا بلاحظ أن أنتو بتفرحوا كتير وبتعيشوا في الفرحة كتير وبعد أي انتصار عندكو أو فرحة بيحصل ضربات لأنه تقريبا ما بتعرفوش تنجحوا وانتو فرحانين أيو عندما أطمئن أخذ أنا مش بقولك بزبط عندما أخف أطمئن موانس عدل الحلقة اللي فاتت لما تكلم على جزئية المهم إن احنا ما نطولش في الفرحة المهم إن احنا نركز في اللي هيحصل الرجل كانت دايما وأبدا تاني يوم للفوز ببطولة لازم أن يدور على لعيب يخطفوا لعيب إيه ده كان يعمل مشكلة ويلغي التمرير ويفتعل أي أزمة ويدرب الروس الكبيرة يعني ممكن يخطف أبو تريكا يخطف بركات يخطف واق الجمعة على أي تلكيكة بس علشان يفرغ اللعيبة من الهوى الكبير اللي خدوه نتيجة الفوز والفرح وكان لهم أقول لهم دايما اللي حصل إنبارح ده راح المتحف ده في التاريخ إحنا أولاد النهاردة عندكم التحدي اللي جاي ويبدأ يتفنن في إزاي يخلق ويصنع دوافع وعلى فكرة كتير من مدربنا مع كل الاحترام والتقدير لهم ما كانش حد واقف باهتمام عند نظريت الدوافع الناس بتبزي المجهود في الإعداد الفني في الوضع التكتيكي في المأسألة البدنية لكن نظريت الدوافع وتأثيرها على الإنسان لأنه ربما كابتن يا أستاذ إبراهيم يكون الكابتن الجهري أول مدرب مصري يلتفت لأهميتها وكان بيبالغ جدا فيها الدرجة إنه كان بتقطع منه ده كان بيعمل دفكاس العالم عمل إيه لما خد اللعيب وفراغة الفرقة حلاعب النهاردة انجلترا يجيب الـ 22 اللعيب ويصورنه ويحط اللعيب بعقول للاعيب يعني يقول له أنت داحفة شكله دم عشان لما تشوفه في الملعب تعرف إنه هو ده بتاعك وما تفجأش بيه يقول له حطه على المراية أنا فرود في السير الطرهافة فهو يحط على المراية بحيث إنه يصبح ويمس عليه ويتكلم معاه فاللعيب ينزل عارفه زي جات له دي لا دي موهبة موهبة عند الناس موهبة بتركيز وعايش للكورة عايش للكورة قوي يعني وقل جمعة أظن واقل قبل المباراة سمعت منه جملة و هو بيتكلم قال مسر منول في الظروف دي كان دايما بيقول لنا الأسوأ من الهزيمة قال لا تسعى للفوز أيوة طبعا اعمل عليك احترام ده اللي احنا أكدنا عليه الحلقة الماضية والمساعد لي وقف عنده كتير لا حتى لما كنا بنقول هنكسب وإن شاء الله هنكسب واللعيبة لازم أن تعمل كان رأينا لأ اعمل أقصى ما في جهد عليك أقصى جهد عندك تعمله وتبقى ساعات السينما بتقدم لنا بتقدم لنا ساعات نمازج لو نتعلم منها أول روكي وان واحد بشحمه لحم كده مش ملاكم ولا عندوش موهب ولا بتاع واخترون يعمل ماتش فانتازيا مع بطل العالم قعدت مرا المباراة بقى اللي هي على اللقب دي الـ الـ روكي الواستلون كل اللي كان بيعمله ايه أن يتلقى الضربات وقال لا يقطع عليه بالضربة القاضية يخرج باحترام محدش عارفه مين ده أنهك الراجل في ظل يضربه ويقول مدربة طب هعمل فيه ايه تاني بش راضي يقع يعني بطل العالم ده فضل يضرب فيه مش راضي فوالآخر في كامل 15 جولة وكله بقى دمه متورم وعني مقفولة وبتاع بس حقق هالإحترام روكي توبق بقى بطل العالم هذا هو المعنى عندما تكون حتى الناس مش منتبهة إليك تستطيع أن تزع تنتزع الإحترام الذي يقودك إلى النصر مميزة